ونواه المنزلوي أن التطرف يعتمد على توغل مواده المسممة والمضللة إلى العقول الأقل وعياً عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختام يراهن التطرف على تسلل مواده المفبركة بمعلوماتها المضللة إلى العقول الأقل وعياً عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأن العمل على إزالة الأسباب المساعدة على التطرف والإرهاب يتطلب تعاوناً دولياً وفق رؤية مشتركة للتصدي ومحاربة جذور التطرف علمياً وفكرياً وأهم هذه الأسباب هي أنهاء الاحتلال الأجنبي والاضطهاد والتهميش وغياب المشاركة الحقيقية لجميع فئات المجتمع فضلاً عن التعاون المشترك بيننا عبر مؤسساتنا التوعوية والارشادية والتعليمية وعموم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لمواجهة جميع أشكال التطرف وتعزيز ونشر قيم التسامح والاعتدال وتقويتها من أجل المشاركة في تحقيق أهداف التنمية وتحقيق السلام والأمن العالمي الذي ننشده جميعاً اشتركوا في القناة